وفق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي وذلك عن طريق ألية جديدة وهي الشباك الواحد بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الأعمال في مصر